هاي كيفكن؟ رجعنا لكم بفيديو جديد هو طريقة تحضير الكلار بطريقة سهلة وسريعة المكونات لحشوة الكلار أربع أكواب من الحليب كبية سكر خمس معلقة كبيرة من الطحين معلقتين كبيرة من النشا بيضة ثلاثين مليليتر من الكريمة السائلة نضيف الحليب مع السكر ومنحدك من نيح نضيف التحين نضيف النشا ومنشغل الغاز نضيف البيضة ونخلط النيح لحتى كل المكونات نخلطه مع بعض والخلطة يجب أن تطلع قليلا جامدة نغطيها إلى مدة عشر أو عشرين دقيقة على حرارة الغرفة وبعدين نشيل الغطة ومنزيد كريمة السائلة وبعدين نخلطها بخلط كهرباء ومنظلنا نحرك منيح لحتى ينخلطه مع بعض وتطلع الخلطة بهذا الشكل بعدين نضيفها بالبراد لمدة نصف ساعة لحتى تبرد منيح وهذا حصل الوقت نعمل الكلار المكونات 200 جرام من الزبدة يعني كباية كبايتان من الطحين معلقتان كبار من السكر معلقتان صغر من الفانيلا كبايتان ماء و8 بيضات نضيف الزبدة ونضيف ماء بعدين وقتا تغلي نضيف التحين والسكر والفانيلا وما ننسى انه كل ما نضيف مكونا بدنا نخلط منيح وبدنا نخلط كتير منيح عشان تتكون العجينة بشكل صحيح منضيف البيضات تدريجيا ولازم بعد كل بيضة نخلط منيح مثل ما شايفين بالفيديو ومنحرك منيح لحتى تسمك العجينة بعدين منجيب كباية ومنحط كيس نايلون ومنضيف عليها العجينة منربط الكيس منيح ومنقصه من جنب واحد وهيدا الجنب بيكون اللي بدنا ننزل فيه العجينة مثل ما شايفين بالفيديو واهم الشي ما تنسوا انه تدهنوا السنية بالذات وتحموا الفرن قبله بخمس دقايق على درجة 80 منجيب زبدية ومنعبية ماي ومنستعملها لحتى نضبط أشكال اللي كلير من على الطرف لحتى يطلع شكلون حلو مثل ما شايفين بالفيديو منحطهم بالفرن لمدة 30 دقيقة من تحت ومنحطهم مدة 15 دقيقة من فوق وهيك بيكونوا اللي كلير جاية وحلو الوقت السنة منفتحها بالناس ومنضيفها م accepting الشكلون مثل ما شايفين بالفيديو وتضلب شوكالت؟ ومنضيفها على الحشوة وتضعوا شوكالت؟ على وجه ومنحط تلك طريق تحضير شوكالت؟ تحت بصندوق الوصف وهيك بيكون خلص الفيديو لليون ما تنسوا تعملوننا لايك وسبسكرايب وإذا عندكم أي سؤال تحطونا تحت بالتعليقات باي اشتركوا في القناة